دولة رئيس الوزراء شكرا جزيلا لك لتحث هذه الفرصة في البيان الختامي الذي صدر من الولايات المتحدة والعراق ذكرتم الموعد ال 31 من كانون الأول القادم موعد لسحب القوات الأمريكية من العراق ما أهمية هذا الانسحاب وكيف ستكون العلاقات الأمريكية العراقية في المرحلة القادمة؟ هذا الحوار الذي وصلنا اليوم هو نتيجة مرحلة طويلة من الحوارات التي قامت فيها الحكومة العراقية ووزارات الخارجية ووزارات النفط ووزارات الثقافة هو حوار في مجالات في مستقبل العلاق العراقية الأمريكية في المجال الأمني في المجال الثقافي الاقتصادي وفي المجال الطاقة هذا الانجاز أهم ما فيه هو أنه وحد المواقف القوات السياسية العراقية وهذا حقيقة أن ينطي بارقة أمل للعراقيين أن نحن موحدين في رؤياننا في وخص السيادة العراقية وهذا سوف نعكس إن شاء الله ما نتمنى على الانتخابات أن نشجع العراقيين أن هناك بارقة أمل عندما نتعاون وهناك تحديات كيف يصل عندما نتفرق في وجهات نظرنا هذا اليوم هو يوم تاريخي حقيقة يوم مهم في تاريخ العراق كل شكر لكل فريق العمل الذي عمل مع الحكومة في إنجاز هذا الانجاز المهم في هذه العلاقات هذه مرحلة تنظيم العلاقات المعلومات المتحدة الأمريكية والتاريخ الذي ذكرته هو التاريخ الذي عودت الجنود الأمريكان من القوات القتالية لأن أثبتت قوات العسكر قدرتها على حماية الوطن من جماعة الارهابية وكذلك حماية عراق من اهتداءات ممكنة طب ما هو شكل العلاقة في المرحلة القادمة إذن ما هو هل سيبقى هناك مدربين أمريكان في العراق خصوصا نحن نحتاج إلى دعم لوجستي واستقباراتي كيف تتصور هذه العلاقة بعد؟ بيكون تأكيد بان واضح هناك انتقال لمرحلة جديدة من هذه العلاقات تقديم الدعم والتدريب إلى جهزتنا الأمنية والعسكرية وكذلك في المجالات الأخرى الاقتصادية ومجال الطاقة ومجال البيئة كذلك فهناك مرحلة جديدة هذه العلاقة مهمة في مرحلة مهمة من علاقاتنا مع الوطن الأمريكية تكون على المدى البعيد فيما يخص إلى خرجة القوات الأمريكية من العراق اليوم من سيحمي هذه البعثات الدبلوماسية المدربين الأمريكيين أو ربما حتى التحالف الدولي هل قادر الحكومة العراقية اليوم على حماية هذه البعثات الدبلوماسية؟ هذه الدول ساعدتنا في الحرب على داعش هذه المرحلة عبرناها واراضنا كلها تم استعادتها من قبل هذه الجماعات الارهابية وهذه العصابات قواتنا اليوم خاصة على إعلان احتراف أننا قادر حماية راضينا وحماية شعبنا من قبل هذه القوى وكذلك حماية الأمن الداخلي العراق اليوم فيها مسل حاجة إلى استغلال هذه الفرصة لتقوية السلم الاجتماعي الداخلي والعمل من إطار الدولة في لقائك الذي انتهى منذ تقريبا ساعة مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ذكر رحف فيك شخصيا بدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاضي على المستوى الشخصي ما أهمية هذا دعم حكومتكم تحديدا بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين؟ كان واضح هناك دعم الحكومة العراقية لمواقفها في عملية تقريب وجهة النظر في المنطقة العراق موقع استراتيجي وتاريخه حضارة الشعبه يمتلك كثير من قومات لكن هذه الموقعات معلذة شديد في السنين الماضي كانت شبه غائبة لأن دول العراق استعدت عفيته ودوره وتأثير في المنطقة أصبح دول محوري والجميع العراقين هنا على دول العراق في عادة هذه اللحمة في المحيط المنطقة العربية في المحيط الإسلامي والكل يفهد عن دول العراقي لكي يقرب وجهة النظر بين الدول المتخاصمة أو الدول المتنافسة فمن كل تأكيد يحظى عراق بهذا الاهتمام من العراق الكبير وهذا في الحقيقة ما ذكره أيضا اليوم البيت الأبيض رحب جهود العراقية فيما يخص تقارب وجهة النظر بين إيران والسعودية تحت إشراف دولتكم هل ممكن أن نتوقع حوارات مشابهة أمريكية مثلا إيرانية في العراق؟ نحن نسعى ونعيد الجميع على البحث عن علية حوار الحوار هي الكلمة السحرية أفضل من الاختلافات والحروب نحن ندعم الحوار كأمريكية وإيراني أو أي حوار ليساعد في استقرار منطقة هذا في العكاسات على استقرار العراق وفي العكاسات على وضع الاقتصال العراقي فنحن نشجع أي مبادرة لتقريب وجهة النظر بين المتخاصمين أو المختلفين أو المجتهدين أنا أستخدم كلمة المجتهدين هي أكثر دبلوماسية وأكثر لبناء حسن الدنيا اتجاه الاقتلاف وكيف ممكن أن يكون علاقة إيجابية بين الولايات المتحدة وإيران تنعكس علينا بشكل داخلي عراقي؟ دعنا نبحث عن المشتركات المشتركات بين أمريكا وإيران كثيرة وهذا استقرار بكل تأكيد فيه نعكاسات على نشاط الحركة الاقتصادية الحركة الثقافية الحركة التعليمية كل ما يكون هناك خلافات فيه نعكاسات توتر في المنطقة والكل يعرف أن المنطقة تعيش اليوم توترات كثيرة نحن يجب أن نشجع الجميع على البحث عن المشتركات دعنا نتفائل دعنا ننظر الأمور بمنظارها الحسن الدنيا بمنظارها الجميلة الجيد ومنظار الأمل دعنا نبحث عن فرصة الأمل أكيد إن شاء الله فيما يخص الحوار الاستراتيجي كان هناك أسبوع حافل هنا في واشنطن بهذه اللقاءات وهناك جوانب كثيرة كما ذكرت لها هناك جانب مهم يمس العراقيين بشكل يومي وهو الجانب الاقتصادي هناك تردد كبير من شركات الأمريكية للاستثمار بالعراق وكان هناك معاهدات أو مذكرات تفاهم تم توقيعها المرة الماضية شنو مستقبل هذه العلاقة؟ ممكن أن تفعل مذكرات التفاهم؟ هل من لاحظ مشاريع ملموسة قريبا؟ كثير من المذكرات التفاهم اللي وقعناها الآن ماضي مثل هذا التاريخ كثير من عدتها الآن في مراحلها النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاقيات هذه مع عقود كبيرة تحتاج لكثير من الوقت لكن الحمد لله وشكر تم إنجاز أغلبها وسيكون فيها انعكاسات كبيرة على حياة المواطنين هناك عقود مع الشركات النفطية الكبيرة في محافظة الضيقار والبصة والأعمارة والسماوة وهناك مشاريع تنمية كبيرة فيما يخص الغاز فهذه المشاكلة ستكون هناك في المستقبل القريب في موقع التنفيذ هل هناك مخاوف من هذه الشركات الأمريكية من الاستثمار بالعراق؟ لماذا المخاوف؟ السبب الوضع الأمني يعني نحاول أن نصنع بيئة آمنة ونبعث رسالة الجميع العراق هنا لفرصة تاريخية أن نستعيد دولة ونكون فرصة ذهبين المستثمرين وهذا الاستثمار في نعكاسات على حياة المواطنين وحفظ قرامتهم يجب على الجميع أن نعمل على استعادة هيبة الدولة التي تعرضت إلى خطشات بسبب ظروف قلية نعرفها نحاول أن نستعيد هذه الهيبة وهذه هيبة ستؤثر على قبول الشركات في الاستثمار في العراق والعمل لخدمة العراقيين بالإضافة إلى المخاوف هناك يقول لكثير من الشركات الأمريكية لا توجد قوانين عراقية تساعد المستثمرين على الاستثمار لا يوجد نظام مالي عراقي ممكن يجذب أو يدعم بتمويل قطاعات مختلفة هل ممكن بحث هذا مع البرلمان العراقي لتسهيل استقطاب المستثمرين؟ لهذا السبب أننا قدمنا ورقة ورقة الإصلاح المالية الإدارية والتشريعية فيها ورقة البيضاء التي هي ظروف طبيعية للاستثمارات الدولية في العراق وحماية المستثمار الأجنبي ومستثمر العراقي كذلك وتغيير كل قواعد البروكراطية في العراق نتمنى من البلمان الحكومة القادمة أن تأخذ هذه ورقة قواعد عمل الحكومات القادمة وهي ورقة تحتاج إلى خمس سنوات لتغيير كل عملية إصلاح التي نمتح سباق منذ سين طويلة فيها القطاع والمطلوب البلمان يعمل على تشريعات لتنفيذ هذه ورقة هناك جانب آخر من الحوار الاستراتيجي وهو جانب الصحي كما ذكر الرئيس الأمريكي جو باين أن الولايات المتحدة تبرعت ما يقارب 500 ألف جرعة من نقاح فيزر لكن هذا لا يكفي يعني هناك أكيد حاجة كبيرة عراقية هل هناك وعود أمريكية بتوفير المزيد من الجرع مثلا ومساهمة بشكل أو بآخر لمواجهة هذه الجائحة أجل ما يعرف أنه قضية كورونا أصبح تحدي عالمي لكل دول عالم ومن ضمنها العراق الحكومة العراقية وقعت مجموعة تفاقية مع شركة فيزر لتقديم عدد من اللقاهات وهي في عملية تزايد يومية في السابق نستخدم 50 ألف لقاح نستلم أسبوعيا سننتقل قريبا إلى حدود 400 ألف لقاح أسبوعيا وكذلك هناك مجموعة لقاحات قدمتها لتحديم عراقية بحدود نصف مليون لقاح ستصل عراق خلال أسابيع قريبة جدا وعندنا خطة تبدأ في منتصف جهر آب لتلقيح المواطنين وزيادة عدد استيراد اللقاحات حتى نصل إلى تنفيذ أو تلقيح أكبر شريحة من المجتمع عراقي نتمنى من المواطنين أن يكون هناك تطوع من المواطنين للذهاب إلى مستشفات لحصول على اللقاحات هذه قضية مهمة تخص حياة العراقيين وتخص حياة حماية الأمن القوم العراقي في الجانب الصحي هناك أيضا جانب آخر الثقافي وستعود ومعاك مع دولتكم 17 ألف قطعة أثرية عراقية هذا إنجاز كبير وحسب أكيد للسفارة العراقية والوزارة الخارجية هنا في واشنطن شنو أهمية استعادة هذه الآثار اليوم للعراق؟ وشكرا كدرك لوزارة الثقافة أكيد الجميع ساهم في هذا الدور حقيقة وزارة الثقافة سفارتنا ووزارة الخارجية بعض المنظمات في أمريكا ساهمت في عادة هذه الآثار وهي رسالة مهمة جدا أن العراق استعيد كثير من تراثه المفقود وهي رسالة طمأنينة أن العراق جزء من الحضارة الإنسانية وآثارة عنه دلالة كبيرة لإنتماء لهذه الحضارة العراق مهم عنده استعادة سفارة الجانب الثقافي العراقين مطلوبة تمستعدوا ثقافة الحياة كذلك هذا نفتخر بهذا الآثار وإن شاء الله نوفر ضروف الملائمة لعرضها في المتاحف العراقية وتمنى مزال الثقافة أن تقوم بمعرض جوال في العالم ليعرف العالم ماذا أنتج جدادنا أهلنا آبانا في الماضي هناك دور أمريكي كما ذكرت مهم جدا باستعادة هذه الآثار هل ممكن أن يكون هذا مستقبل مشرق لاستمرار العلاقات بالتعاون يخدم تاريخنا ومستقبلنا يعني؟ البيان المشتقل مكان واضح هناك تنسيق والتعاون ليس في المجال الأمني وإن في المجال الثقافي والاقتصادي وإنجام الثقافي قد حيث كبير وما حصل من تسليم هذا الآثار هو بداية لهذا التعاون الثقافي من العراق والولايات من تحدي الأمريكية أمريكا تبقى دولة مهمة دولة كبرى نحن في مسل حاجة استفادة من هذه المكانيات للتعريف بتاريخ العراق وثقافة العراقيين أكيد فيما يخص لقائك في الكونغرس هناك في اليوم الأخير من الزيارة ستلتقي برئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بلوسي بالإضافة إلى اللجان مختلفة كيف تصف ممكن هذه العلاقة مع الشعب الأمريكي بشكل مباشر كيف ممكن أن يتواصل العراق خصوصاً إحنا لا نمتلك لابي في الحقيقة نشط عراقي هنا في واشنط زينة العالم تغير والعراقيين جميعنا نعرفه عليهم نفتاح على الجميع هل نفتاح في نعكاسات على الوضع الاقتصادي على الوضع الصحي وعلى واقع الاقتصادي في العراق نحن في مسل حاجة للجميع وعلينا نفتاح إلى أي فرصة تساعد في خدمة العراق ويستيل العراق دوره المفقود العراق تعرض إلى التهميش بسبب سياسات العبثية بالحروب والتحديات الفوضوية لدول الجوار ودول العالم اليوم عالم تقنولوجيا عالم اقتصاد وعالم تعاون لا يستطيع أحد أن يقول لوحدي أن أستطيع أن نعيش عينا نفتاح والاستفادة من قدرات أمريكا الكبيرة في المجال الاقتصادي الثقافي وعليه يجب أن نتعاون مع الكونغرس في فتح هذه الآفاق الكونغرس مؤثر في السياسة الأمريكية فيما يخص المساعدات والدعم الأمني والدعم الثقافي والصحي والثقافي هل هناك شيء العراق بأمس الحاجة إلى اليوم وممكن أن الولايات المتحدة تقدمها ولحد الآن لم يتم الاتفاق عليه يعني هناك جوانب اقتصادية مهمة ممكن يكون هناك دور فعال أمريكي أكبر هل تحس أن هناك ربما شيء لم تقدم الولايات المتحدة لحد الآن؟ أمريكا اليوم تبني سياسة الحافظ ألبية وهناك قواعد تغييرت في العالم فيما يخص قواعد تصدير الطاقة العراق بأمس الحاجة إلى الشركات الأمريكية وإلى القوانين الأمريكية المساعدة في تطبيق هذه القواعد فيما يخص البيئة كثير من الشركات في العالم الآن أصبحت الجسم الماضي بالسبع أذن التزامها بهذه القواعد عليه أن نستفاد من أمريكا في كوافة تمكنت في موضوع البيئة فيما يخص تسليح والتقوية قواتنا الأمنية وجيشنا العراقية البطل وكذلك نحتاج إلى مجال العلوم والتعليم والصحة هناك فرصة كبيرة علينا أن نستثمرها علينا أن لا تخوف من الآخرين علينا أن نأخذ الآخرين بحسن نية لخدمة ناس العراقين يستحقون ويجب أن نعمل بكل قوة لكسب ثقة الآخرين العراق تعرض لسنين كبيرة من الدمار على أنه فرصة ليس مع أمريكا وإنما مع أوروبا وحتى مع المحيط العربي والإسلامي شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا شكرا جزيلا